أحدثكم بنحو مقتضب عن محمد دين العترة الطاهرة أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان ومن زيارة نبينا على البعد صلى الله عليه وآله هكذا نخاطبه في بعض عبائر هذه الزيارة السلام عليك يا محمد السلام عليك يا أحمد السلام عليك يا حجة الله على الأولين والآخرين والسابق إلى طاعة رب العالمين والمهيمن على رسله والخاتم لأنبيائه والشاهد على خلقه والشفيع إليه والمكين لديه والمطاع في ملكوته الأحمد من الأوصاف المحمد لسائر الأشراف الكريم عند الرب والمكلمة من وراء الحجب الفائز بالسباق والفائت عن اللحاق إلى أن تقول الزيارة الشريفة الذي غمسته في بحر الفضيلة والمنزلة الجليلة والدرجة الرفيعة والمرتبة الخطيرة وأودعته الأصلاب الطاهرة ونقلته منها إلى الأرحام المطهرة لطفاً منك له وتحنناً منك عليه إذ وكلت لصونه وحراسته وحفظه وحياطته من قدرتك عيناً عاصمة حجبت بها عنه مدانس العهر ومعائب السفاح حتى رفعت به نواضر العباد وأحييت به ميت البلاد بأن كشفت عن نور ولادته ظلم الأستار وألبست حرمك به حلل الأنوار الزيارة طويلة لكنني أنتقل إلى مقطع من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله التي وردت عن إمامنا الحسن العسكري لازلت أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان وصل على محمد كما غفرت به الذنوب لكما يقولون من أنه يجلد المؤمنين ويلعن المؤمنين من دون سبب وصل على محمد كما غفرت به الذنوب وسترت به العيوب وفرشت به الكروب وصل على محمد كما دفعت به الشقاء وكشفت به العماء وأجبت به الدعاء ونجيت به من البلاء وصل على محمد كما رحمت به العباد وأحييت به البلات وقصمت به الجبابرة وأهلكت به الفراعنة وصل على محمد كما أضعفت به الأموال وأحرزت به من الأهوال وكسرت به الأصنام ورحمت به الأنام وصل على محمد كما بعثته بخير الأديان وأعززت به الإيمان وتبرت به الأوثان وعظمت به البيت الحرام وصل على محمد وأهل بيته الطاهرين الأخيار وسلم تسليما هذه لقطات من شيء من فضائل محمد دين العترة الطاهرة أنتقل بكم إلى المفردة الرابعة من مفردات النص الذي حدثنا به ابن عباس بحسب البخاري فيما يرتبط برزية الخميس إنها المفردة الرابعة الرابعة بحسب تسلسل المفردات المتقدمة الذكر لأنني حدثتكم عن مفردتي أنهم منعوا النبي أن يكتب الكتابة العاصمة لهذه الأمة وحدثتكم وحدثتكم أيضا من أنهم قالوا لرسول الله من أنه يهذي إن الرجل ليهجر وحدثتكم أيضا عن قولة عمر وهو يقول وعندنا كتاب الله حسبنا هذا الكتاب الذي لا يعرف عمر منه أحكام التيمم وأحكام الصلاة فحينما كان يجنب له يصلي وهذا الكتاب الذي يقول عنه عمر وعندنا كتاب الله حسبنا وقرأت كل ذلك عليكم من البخاري نفسه فيما يرتبط بجهل عمر بأحكام الصلاة وأحكام التيمم المفردة الرابعة حينما طردهم رسول الله فاختلفوا وكثر اللغط أقرأ عليكم من البخاري من المصدر نفسه الذي قرأت منه في الحلقات المتقدمة فاختلفوا وكثر اللغط قال قوموا عني طردهم قوموا عني ولا ينبغي عند التنازع طردهم رسول الله صلى الله عليه وآله أقفوا عند هذه المفردة التي شكلت شكلت عاقبة هؤلاء الصحابة عاقبتهم عند النبي الطرد طردهم رسول الله من بيته من محضره الشريف طردهم وما أظهر رضاه عنهم بعد ذلك قضى نبينا صلى الله عليه وآله هم الذين قتلوا قضى نبينا مسموما وما صدر منه أي تصريح بعد طرد الصحابة من أنه كان راضيا عنهم ماذا نقرأ في الكتاب الكريم في سورة هوت في الآية التاسعة والعشرين والتي بعدها بعد البسملة في سياق قصة نوح النبي ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا كانوا يطلبون منه كبار القوم أن يطرد الذين آمنوا برسالته في الآيات المتقدمة من السورة نفسها فقال الملأ الذين كفروا من قومه من قوم نوح ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا باديا رأي فإنهم يريدون من نوح النبي أن يطرد هؤلاء فماذا قال لهم النبي نوح وما أنا بطارد الذين آمنوا الأنبياء لا يطردون المؤمنين الذين يطردون هم الذين لم يكونوا من المؤمنين ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين أهمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم هذا عداء مع الله أن يقوم النبي بطرد المؤمنين ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون حرب مع الله أن يقوم النبي بطرد المؤمنين تدبروا في هذه الآيات هذا على لسان النبي نوح ولسان النبي نوح هو لسان بقية الأنبياء الأنبياء لا تختلف شرائعهم ولا تختلف أخلاقهم وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون وإذا ذهبنا إلى سورة الشعراء وإلى الآية الرابعة بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة وما أنا بطارد المؤمنين في سياق الآيات قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين المؤمنون لا يمكن أن يطردوا من قبل الأنبياء حينما طرد النبي هؤلاء الصحابة هذا إعلان صريح من أنهم ما هم بمؤمنين نحن إذا ما ذهبنا إلى سورة الأنعام وإلى الآية الثانية والخمسين بعد البسملة الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله قطعا لفظا له النبي لا يحتاج إلى هذا التوجيه هذا التوجيه في الحقيقة للأمة ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي هذا يعني أن الذين طردهم رسول الله ما هم من هؤلاء من الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه هذا يعني أن الذين طردهم رسول الله لا يريدون وجه الله لو كانوا يريدون وجه الله هل يرفضون أن يكتب لهم رسول الله كتابا يكون عاصما لهم وللأمة من الضلال هؤلاء لا يريدون وجه الله هؤلاء يريدون وجه الشيطان يريدون الدنيا هذه هي الحقيقة الواضحة الجلية ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله من الظالمين إنه أعدل العادلين وأحكم الحاكمين إنه سيد الكائنات إنه محمد الرحمة المرسلة التي تسع كل العالمين صلى الله عليه وآله لقد طردهم طردهم هذا هو البخاري يحدثنا بعد أن رفضوا وقالوا ما قالوا بحق رسول الله ومن أنه يهدي قوموا عني قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين كتابه لقد طردهم محمد المصطفى بحسب رواياتنا لم يبق في البيت إلا علي وسلمان والمقداد وأبو ذار هؤلاء الذين بقوا في بيت رسول الله وأرادوا الخروج لما رأوا رسول الله غاضبا وكيف طرد القوم أرادوا الخروج مع أنهم لم يكونوا في جملة هؤلاء إلا أن أمير المؤمنين أمرهم بالبقاء وبعد ذلك كتب رسول الله كتابه واستشهد عليه بشهادة هؤلاء ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين إذا ذهبنا إلى سورة الكهف في الآية الثامنة والعشرين بعد البسملة واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي الله يقول الله يقول لرسوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرط هذه أوصاف الذين طردهم رسول الله وأوصاف الذين بقوا في بيت رسول الله هذه أوصاف سلمان والمقداد وأبي ذر واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه سلمان وأبو ذر والمقداد ما طردوا الذي طرد عمر وأبو بكر والذين معهما ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي لو كان عمر والذين معه تصدق عليهم هذه الأوصاف لصبر النبي عليهم وما طرده لكن النبي طردهم لماذا لأن الأوصاف التي في الجزء الثاني من الآية تنطبغ عليهم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه سلمان المقداد أبو ذر ولا تعد عيناك عنهم لا تفارق هؤلاء ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا كما يريدها أولئك الذين طردوا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا أولئك الذين طردوا واتبع هواه وكان أمره فرطا الآيات واضحة واضحة جدا في أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لا يمكن أن يطرد المخلصين من أصحابه وأن يطرد الأوفياء من أصحابه لكنه طرد الخائنين طرد الذين ساروا على منهج إبليس مثل ما رفض إبليس السجود لآدم وأراد أن يسجد لله بحسب ما هو يريد عمر كذلك رفض كتاب النبي وأراد التوجه إلى كتاب الله ويا ليته كان يفقه كتاب الله لو كان يفقه كتاب الله ما فعل فعلته الشنعاء هذه قال قوموا عني طرده طرده هكذا فعل رسول الله مع سقيفة بني ساعد ما هو موقف إمام زماننا من سقيفة بني طوس أقرأ عليكم من الجزء الثالث والخمسين من بحار الأنوار من الصفحة السابعة والسبعين بعد المئة من الرسالة الثانية التي التي وصلت المفيد من الناحية المقدسة وصلته قبل وفاته بعدة أشهر بالضبط وصلته قبل وفاته بثمانية أشهر وعشرة أيام الإمام الحجة ماذا يقول ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منه الإمام يكره الواقع الشيعي فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منه الإمام أبعد نفسه عن هذا الواقع إنه زمان الغيبة شؤون وسنن وأحكام في زمان رسول الله كان الزمان زمان الحضور ولذا فإنه هو الذي طرده في زمان الغيبة الإمام هو الذي قطع لطفه وفيضه عنهم فما فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم ألا تلاحظون أن وجه الله معرض عن السقيفتين مثل ما أعرض رسول الله عن سقيفة بني ساعد أعرض الحجة بن الحسن عن سقيفة بني طوس هذه الحقائق موجودة بين أيديكم نذهب إلى فاصل رواية التقليد واضحة جدا في بيان هذه الحقيقة أقرأ عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه إنها طبعة ذو القربة الطبعة الأولى قموا المقدسة الحديث يبدأ في الصفحة الحادية والسبعين بعد المئتين رقم الحديث مية وثلاثة وأربعين أقرأ عليكم من الصفحة الرابعة والسبعين بعد المئتين إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يخبرنا عن أن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الطويلة سيكونون أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه والإمام يتحدث عن أنهم ضالون هؤلاء المراجع وسيضلون الشيعة وستبقى الشيعة على ضلالها لكن الإمام يستثني فيقول لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام من عوام الشيعة أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه حتى لو ضل له أولئك المراجع لم يتركه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر إنه يتحدث عن المرجع الشيعي الأعلى الذي تقلده الشيعة لا أتحدث عن شخص بعينه وإنما في كل زمان من أزمنة الشيعة الماضية الحاضرة والتي في المستقبل لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر ولكنه يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب ثم يوفقه الله تعالى للقبول منه فيجمع له بذلك خير الدنيا والآخرة ويجمع على من أضله على ذلك المرجع الكافر ويجمع على من أضله لعن الدنيا وعذاب الآخرة الأمور واضحة وواضحة جدا وجلية جدا إننا نبرأ من دين الشيعة الطوسيين ونبرأ من دين السنة السقيفيين لا شأن لنا بهما يا صاح يا صاح هذه هويتنا ليس فيها خفاء يا صاح يا صاح هذه هويتنا ليس فيها خفاء يمانيون نحن منهج الحكمة اليمانية إنها حكمة محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما يمانيون نحن يمانيون يمانيون نحن والغرام علوي يمانيون نحن يمانيون والغرام علوي والقمر عنواننا الوضاء شعارنا علي 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 والراية البيضاء والقمر والقمر عنواننا الوضاء شعارنا علي 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 والراية البيضاء وزينب فينا أميرة الإعلام الحسيني وزينب فينا ما بقينا شعلة ولواء مهدويون نحن وحق الحسيني مهدويون نحن مهدويون نحن والعشق كربلائي زهرائيون نحن زهرائيون نحن والهوى زهرائي يا صاح هذه هويتنا ليس فيها خفاء لا شأن لنا بسقيفة بني ساعدة ولا شأن لنا بسقيفة بني طوسي فليذهبوا بأجمعهم مع نبيهم المخبولي الأثول هذا الذي يتحدثون عنه في كتبهم ومعتقداتهم فليذهبوا جميعا إلى الجحيم أولاء نحن أولاء نحن شعارنا علي 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 والراية البيضاء وزينب فينا ما بقينا شعلة ولواء هؤلاء هؤلاء نحن هل عرفتمونا هذه هويتنا يا صاح هذه هويتنا ليس فيها خفاء هل تريدون أن تضعوا أيديكم في أيدينا فحي هل أم لا تريدون ذلك فتلك مشكلتكم ولا نعبأ لا بهذا ولا بغيره طريقنا واضح واضح طريقنا واضح ورؤيتنا واضحة جدا جدا جدا